في كثير من الأمور لا تذكر أمام الإعلام يعني إحنا كاتحاد أيك بتشوف إحنا موجودين بالمعسكر موجودين بالمبارايات سمو الأمير ما بترك مباراة إلا بيحضرها سمو الأمير بيحضر التمرينات حسب تواجده لكن اليوم إذا مدرب بده يحرم لاعب أو بده يستبعد لاعب بده يعمل له تحقيق معناته أنا أسير مدرب مكانه إحنا أعطينا الثقة للكبتن حسام حسن والطاقم التدريبي اللي معه وهو المسؤول الوحيد عن الإنجازات المطلوبة منه يعني نحن نقول له نريد هذا الإنجاز ولك الثقة عن تعمل وأنا اليوم بنقول الحمد لله اليوم منتخب النشامة له سيمة أخرى له وجه آخر بده يحكي فنيات عشان ما يصير شي الحكي بالفنيات لكن مهتمين جدا بالنشامة متابعين سمو الأمير يمكن يوميا على اتصال وبعرف كل ما يجري داخل المنتخب وخارج المنتخب لكن زي ما حكيت بأي دولة في العالم نحن يعني مش مخترعين شي جديد سمو الأمير مش مخترعين شي جديد لأنه أي مدرب يعطى الأهداف ويعطى الثقة للعمل ويعطى الفرصة كاملة والله مش أنا شهر شهرين وبعدين باجي بقيم المدرب بقول بدي روحه يعني هذا الكلام موجود ببعض الأندية ولكن في المنتخبات هناك ثقة وهناك أهداف يجب أن نصل إليها ويحاسب عندما تتحقق هاي الأهداف أو لا تتحقق ترجمة نانسي قنقر